لقى اللي عنده مشكلة دلوقتي هتقول لي ايه المشكلة عشان برضو انا بحب بقى ايه امدي بعض العزر للناس اللي بتشتغل في الاهل او بتشتغل في التعاقدات ايه هو العزر انت خلص الموسم بتاعك متأخر ولما خلصته متأخر وبدأت تشتغل على لعبين او ضم لعبين كان الناس برا قفلوا لعبتهم وجابوا لعبتهم واشتغلوا لعبتهم واللي قفل القيد عنده اصلا خلاص زي معظم الدوريات الاوروبية الامور بالضيئ عليك فالمتاح بقى قليل المتاح بقى قليل ده ليه علاقة بان احنا ما بيمشيش مع الناس اه حد ايه يقول لي طيب قال الاهل الكريم عايز مهاجم من سنة فالمفروض اللي شغالين في النادي الاهل يشتغلوا عليه من سنة ويخلصوا معاه بص الامور دي بتتغير بين يوم والتاني يعني ايه يعني الاهل ممكن يكون كان متفق مع سوزة والنادي الكوري بتاعه من سنة انهم هياخدوه في فترة الانتقاط الصيفية ييجي النادي الكوري بعد ما دخلنا في فترة الانتقاط الصيفية يقول لك لا انا رجعت في كلامي استنوا اليناير الاهل ممكن يكون كان مخلص مع مونيكا برقم معين من سنة وقال له خلاص انا ما عرفناش نخلص دلوقتي نخلص في الصيف فيجي في الصيف يقول لك لا انا عايز اكتر والنادي عايز اكتر وهكذا فالامور اجماعة مش تكد زرار دي نقطة نقطة تانية في ناس تقارن بين مسؤول لاجنة التعاقدات في النادي الاهلي دلوقتي اللي هو امير توفيق ومن سبقوه اسماء كبيرة ومن سبقوه وانا هنا لسته في محل دفاع عن شخص امير توفيق انا بتكلم على الظروف زمان كان اللاعب تقعد كده تحط رجل على رجل تقول انا مدير تعاقدات النادي الاهلي تعال العم معايا فييجي على طول ليه هو جاي النادي الاهلي مش انت اجمد واحد في العالم طبعا الناس شطرة اشتغلت المنصب ده في النادي الاهلي الناس عظيمة يعني بس عشان انت الاهلي كان اي حد لا انا عايز اروح للنادي الاهلي دلوقتي لا ليه هاي الاهلي مثلا امت قلت هاي الاهلي مثلا بقى يخسر فالناس بقى تشتحيب تقولها لا لا بالعكس ده الاهلي بقى يخسر بطولات اكتر واكتر واكتر كمان ده بقى متسايد كل حاج بس الحكاية بقت فلوس فلوس يعني ايه يعني انت ممكن يبقى في النادي جنبك مش بإسمه ولا بتاريخك بس يدفع فلوس اكتر منك فتلاقي اللاعب راح له ممكن انت كنادي اهلي عايز تدفع مثلا في لاعب حاطت بطجت مثلا اتنين مليون دولار لناديه مثلا بالكتير فتلاقي الاندية بقيت تقول ارقام دلوقتي تلاتة واربعة وخمسة وزي موليكا كده اللي ناديه بيقول عايز عشرة مليون دولار فيه فالارقام دي برضو يا جماعة مش منطقية ولو الاهلي ما اشتغلش على الارقام الكبيرة قوي 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 دي انه لو راح دفعها وانت تدفع عليه اصلا بالمناسبة انا ضدها يعني انا هدفع مثلا خمسة ولا ستة ولا سبعة مليون دولار وفي الاول الاخر هيجيبلي فلوس قد ايه مش هيجيب كل ده انت هتخلص ميزانيتك في لعب بس في نفس الوقت لو الاهلي راح استرخص وجاب حاجة على قد ايديه بمليون مليون ونص غالبا الكواليتي هيقل فلما هديهم مليون ونص ويجي يلعب ما يقديش كويس الناس هتروح تقول للاهلي وانت راح تدفع مليون ومليون ونص على لعب ما بيعملش حاجة تماما من يوم ونص ده فعلا صعب قوي تجيب لعيب بيعمل حاجة لازل تدفع ارقام ضخمة جدا وفي نفس الوقت مش تدفع ارقام لأ فالموضوع معقد طيب الحل ايه في رأيه ودائما بقوله لازم الاهلي والزمالك والاسمالي وكل الاندال في مصر روحوا وخشوا قرة افراقيا من جوة هاتوا لعيبة صغيرة فاكر الاهلي زمان جاب فليكس وعنده 17 سنة هات لعيبة صغيرة هات لعيبة واستحملها شوية ما تجيبش لعيبة اسماء كبيرة عشان مش هتقدر تدفع الارقام دي دلوقتي الماركت العالمي مش بقوله في مصر الماركت العالمي بقى بيدفع ارقام كبيرة قوي انت مش طاقب تنافس فروح دور على شباب صغير في القرى الافريقية ودي كشفين هناك في القرى الافريقية ليه الاهلي ما يبقاش عنده بالمناسبة يعني ليه الاهلي والزمالك ما يبقاش عنده كشفين في غانا في سنغال في مثلا في الكاميرون في بوركينا في أنجولا ودي كشفين وبص على العيبة صغيرة واكتشفهم وهات مهاجمين من هناك تيجيبهم رخيص وبالعكس انت كمان هتروح بعد كام سنة تبيعهم غالي اوش ونفسة بقيت صعبة عشان كده الاهلي مش عارف يجيب مهاجم استغربش يعني تعمل تقول ايه والاهلي مش عارف يجيب مهاجم اه مش عارف يجيب مهاجم السوق صعب جدا مش بالسهولة بتاعة السنوات ماضية حياة زمان كانت سهلة ولطيفة ولو معاك مليون دولار ده تروح تشتري يعني لو كان معاك وقتها ما كانت برضه برضه زمان ما كانتش معاك مليون دولار ولو كان معاك مليون دولار زمان تروح تشتري عادي واحد في كواليتي بنزيم عادي جد سلواتي خلاص خلص فيش الكلام ده